وعملنا البطاية الجميلة دي يبنيت حاجة كده روعة 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 ومستوية وجميلة جدا وعملنا معيها المحشي ورق العنب بين الرئات بتاعته حتى قطع من اللحمة مبصل طعم وطلع تحفة والبط طلع حكاية جدا تعالوا بقى اقول لكم انا عملت البطاية اللي بالبرتقان بالشكل ده ازاي وطلعت معي حلوة كده ازاي لو عايزين تعرفوا الطريقة تعالوا معي تفربوا على الفيديو بس اهم حاجة لو الطريقة عجبتك ما تنسيش تحطي لايك وشير تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع شيمو طبعا هقول لكم عالطريقة سهلة جدا وصفة جميلة جدا يلا بينا نروح نشوف عملنا البط بالبرتقان بالطريقة الجميلة دي ازاي يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي وكا حبيبا عاملين ايه يارب تكونوا في احسن صحة واحسن حياة النهاردة معي فيديو جديد وهنعمل مع بعض طريقة عمل البط بالبرتقان حاجة كده جميلة جدا ان شاء الله بازن الله هتنردك وتنرد اعجابك بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلى على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله البطية بتاعتي زي ما نشايفين انا نقعها هنا في مياه وخل وملح وكمان عصير برتقان اللي كنا عملناه قبل كده مع بعض عشان يشير راحت الزفارة طبعا انا نقعت البطية بتاعتي من ساعتين لتلات ساعات علشان مش يبقى لها راحة خالص هنا بقى على الم البطية بتاعتي سبتها منقع كنت قطعت معي طمط ماية ترنشاط وبصل ترنشاط وبطط ترنشاط وكمان برتقاناية ترنشاط بالشكل اللي انتم شايفينه ده بصل وجزر وبطاطس وبرتقان وتماطم تمام كده بعد كده روح ترش عليهم رش التوابل رحت جايبها البطية بتاعتي الجميلة دي بعد ما شاطفتها شاطفها حلوة بصوا طلعا نضيفة وقشتها حلوة ازاي وكمان رحتها روعة 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 ماقولكوش يا بنات قشر البرتقان اللي انا عملته معاكو قبل كده ما بخليش رحة زفارة للبط خالص بخلي رحتها حلوة جدا طبعا هنا انا بشرت جزر وبشرت بصل وحطيت عليهم كرفس حطيت التوابل بتاعتي كل التوابل اللي انت بتحبيها حطيت بابركة حطيت شطة حطيت ملح حطيت كمون حطيت فلفل سويت حطيت السباح بهارات حطيت كل التوابل وكان معايا هنا كوباية من عصير البرتقان بدأت ان انا قلب كل المكونات دي كلها كده مع بعض وبعد كده بدأت ان انا ادعك البطية بتاعتي بيها من جوة كده وتزبطيها ومن بره وتخليها ايه تحفة كده ادعك البطية بتاعتك حلو البصل والقرفس والجزر وعصير البرتقان والتوابل بتاعتك بالشكل ده كده زي ما انت شايفين نزلت عليها وبدأت ان انا ادعك فيها بالشكل ده حاجة كده روعة 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 قرفس بيديها رحة جميلة جدا يابانية وهي بتشوي بتشم رحتها من اخر الشارع الخلطة دي بتخلي رحتها تحفى هبدأ هنا بقى اجيب برطقاناية وهبدأ ان انا اخرم البرطقاناية بتاعته زي ما انت شايفين كده طب انت هتعمل برطقاناية دي يا شيمو هحطها في قلب البطاية معقول ايوا حطها في قلب البطاية طب ليه انا خرمتها كده علشان لما غط البطاية بتاعتي بورق الفويل والبخار يطلع والبطاية تستوي البرطقاناية دي تنزل العصير بتاع البرطقان جوه البطاية فتبقى رحتها تحفى وتبقى طعمها مسكر كده وحلو بالشكل ده يا بنات زي ما انت شايفين هبدأ قفل البطاية بتاعتي بالخلة بالطريقة دي كده هقفل البطاية بتاعتي كويس جدا اهو زي ما انت شايفين طريقة جميلة جدا وسهلة جدا وان شاء الله بازن الله هتنردك وتنرد اعجابك بس لو وصلت معي لحد هنا ما تنسيش تحطولي اللايك يا بنات اللايك هو اللي هيعلل فيديو يلا حطولي اللايك يا لسه محطرتش اللايك زي ما انت شايفين كده هو البطاية بتاعتها هي دخلتها بقى وسبتها كده ثلاث اربع ساعات مع نفسيها لحد ما انا قمت بقى عشان اعملها يعني انا عملتها تبلتها كده وسبتها من ثلاث لاربع ساعات في التدبيلة بتاعتها دي تاخد من حدقها هبدأ بقى طلعها علشان ادخلها الفن بتاعي رحت جايبة معلقة من العسل السود ومعلقة صلصة كبيرة وروحت حط عليهم معلقتين زيت بالشكل ده كده وانزلت بيهم كده اقلب فيهم جامد زي ما انت شايفين اهون العسل مع السلصة مع الزيت اللي بتون كويس جدا وهبدأ اجيب الفرشة بتاعتي والشكل ده هبدأ ادهن البطية بتاعتي هدهنها زي ما انت شايفين بالشكل ده من كل مكان فيها انا عايزة السوس ده ياخد منها وياخد من طعمها هيخلي طعمها حلو جدا يا بنات وده كمان اللي هيخليها تاخد اللون الدهبي اللي احنا شوفناه في اول فيديو بالشكل ده كده اهو هدهنها كلها بالطريقة دي السوس ده يا بنات بيديها طعم طحفة العسل ده صراحة بيديها طعم مسكر وحلو جدا جدا كمان مع ريحة البرتقان والقرفس بيعملوا ريحة روعة بالشكل ده كده بقى هبدأ ان انا غطيها بورق الفويل وهدخلها الفرن معاكم طبعا انا هنا هنا كنت خلصت ورق العنب طبعا انا قلت لكم ان انا هعمل معاكم ورق العنب وعمل بين الرئات بتاعته لحمة ببصل حطيتها في النص ده كده اديته طعم تحفة تحفة هتشوفوا الشكل النهائي بتاعه وانا عاملالكم بفيديو بس عملت الواحدة عشان ما طولش عليكم الفيديو ده هنا بقى البطاية بتاعتهي باقول لكم ان انا خلاص كده خلصتها حطيت معاها عودين ارفة وحطيت ورق لورة وحطيت حبهان معاها كده وبدأت ان انا قفلتها بالشكل ده كده بالورق المفضد هبدأ اولع بقى الاكل بتاعي علشان يتستوي ونشوف الشكل النهائي بتاعه هيبقى طالع عامل ازاي البطاية بتاعتها غلفتها كويس اخدها بقى ودخلها الفرن وهذا المحشي بتاعي هبدأ اروح حط على الشربة واسويهم لو وصلت معايا لحد هنا بقول لكم ما تنسوش تحطولي اللايك يا بنات وفي الشكل ده يا بنات خلصت البط بتاعي وطبق المحشي بتاعي حاجة كده روعة 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 لو الطريقة بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تحطولي لايك وشير تفعلوا زر الجرس البطاية طلعت تحفة جدا ومستوية جدا طبعا انا اول ما طلعتها من الفرن لقيتها حمرت زي من شايفين بالشكل ده ما احتجتش ان انا ادخلها تاني تحت الشواية لو وصلت معايا لحد هنا تنسوش تحطوا لايك وشير فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر